هل هذا النظام نظام الإحراسة والإلزامية أثبت جدارته كما تقول الوزارة أم أنه مسؤول بالفعل عن ما يجري من حالات وفيات مواطنين أو أخطاء طبية أو شيء من هذا القبيل أنتم كممارسين كيف ترون الأمر أولا شكراً لك وثاني أولاً من نسبة لنا أننا هذا القانون غير إنساني لأنه إلا جنين نشوفوا هذا الشيء لنطبقه لأنه يوجد أن يكون هناك أي شيء منه مثل الطبيب الإختصاصي إنه الإنعاج أو التوليد أو الكواريت سيعمل 12 ساعات وفعله 12 ساعات سيعمل 12 ساعات وفعله 12 ساعات سيعمل 12 ساعات وفعله 12 ساعات وفعله يجب أن يتطبقه مرحلة يمكن أن يكون هناك طويلة ثم سيعمل هذا السيد بالنسبة لإلزامية هي حراسة مقنعة لأنه يقام طبية واحد وكتطبق عليه هذه الإلزامية وفي المثال وهناك لتنمت resentment بإدريسي فقط في متشفى. لدينا تقريبًا 50 الـ 80 فقط لا تقريبًا لدينا تقريبًا عن طبية جميع يوجد هذه الجميع لتطبق نشفى جميعًا الاقتصاد كما نشفى من الواقع إذا كانت تعمل أربعة سبعة أو خمسة صباح أحد مرة تقالب أن مجال العقل الطبيعة للتوليب والنساء كانت تستاذيال السزارين في الليل وقالب صباح لكي تعمل ثم ترتكب خطأ ثم تسبب مع الأسف الوفاية لماذا نقوله بأن هذا القانون هذا؟ هذا الأمر ممارسة يومية أم يحدث يوميا؟ يوميا نعطي الأعضاء القناة التي تعمل فيها ولئيمتزгор وقت صورينا أو لأسف الوفايا إذا وجدت لكم بجميع الأشفة نعمل كلها بapoكننا أخرى أننا وضع البث complains مع Millionen petite لأنهم نحصل لهم لأحدث لا تسمح حالاته مصلحة, و لكن كانوا الخاص بها لديه مهم. لابد أن اصدقوا مع هكذا أصدقوا على أساسون 6334. و يترى إيانا في الصباح أيضًا و يضرب أي شيء، و يرجعون المتابعة نفسي في مدية. هذا ما يقال في الأطباء الاختصاصية. و يقوم بالأطباء على الكلام للهاتف والحراسة و لا أنت فضلك الأطباء. و ليس ممرضين أيضًا؟ الأطباء على المنطقة.